السؤال كيف ممكن نعرف الشخص الفاتر طبعا في مواصفات كتير للشخص الفاتر روحيا الشخص الفاتر روحيا عمليا يعني بيفقد كل شيء بيفقد المحبة الأولى المحبة المتأججة الملتهبة بنار الروح القدس طبعا بيفقد الشهية على الصلاة بيفقد حب قراءة الكتاب المقدس بيصير يزوغ عدم حضور الاجتماعات يعني بيتلاقيه انه دايما بحاول او بينشغل في اي انشغلات اخرى عن انه ذهابه الى الاجتماعات وطبعا الشخص الفاتر اللي مش عم بيتكلم مش عم بيشهد عن المسيح ايمانه بيكون ايمان سطحي وعدم فهم ارادة الله لكن واحد من اهم العلامات انه لما الانسان لا يقرأ الكتاب المقدس ولا يصلي ولا يذهب الى الاجتماعات الروحية يعني ما بروح الى الكنيسة وما بيشهد عن يسوع المسيح وحياته صعب تميزها اذا كان مؤمن او غير مؤمن هذه كلها مواصفات وعلامات طبعا الشخص الفاتر روحيا السؤال شو اللي بيأثر على الشخص لما بيصل الى حالة الفطور طبعا في اسباب عديدة وكل واحد ممكن عنده اسبابه الخاصة انا اتكلمت على الشيء الجوهري عدم قراءة الكلمة الكتاب المقدس الصلاة الشهادة حضور الاجتماعات وطبعا الشهية على كل اشي روحي ورغبة روحية بيكون طبعا هذا الشخص فاتر روحيا اشتركوا في القناة